اشتركوا في القناة عدد من رؤساء وممثلي الوفود على دور البرلمانات في دعم ومساندة جهود الحكومات في مواجهة تغير المناخ كما تم اعتماد عدد من القرارات والتوصيات حول تشكيل مكتب الشبكة البرلمانية لحركة عدم الانحياز وتسمية اللجان الدائمة في الشبكة وأعلن المؤتمر الثالث للشبكة قبول انضمام كل من منظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة والجمعية البرلمانية للدول النطقة بالتركية والمؤتمر الدولي للأحزاب السياسية الاسيوية كأعضاء مراقبين في الشبكة